الكابت الكابت هو من الأعضاء ذات أهمية كبيرة عند جميع الكابتنات الحياة وخاصة الطيور وتوقفه عن العمل أو إصابته بمرض سيشكل خطرا كبيرا على الطيور وفي بعض الأحيان يسبب الموت اليوم معنا زوج من الكناري مصاب بمرض التهاب الكابت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا من الجميع مرحبا بكم كاملين اتمنى تكونوا في صحة جيدة والطيور لكم كيف مما شفته اليوم معنا واحد المرض مرض التهاب الكابت مرض الكابت فيه نوعين تضخم الكابت والتهاب الكابت اليوم معنا التهاب الكابت وهو ناتج عن تقديم الصبغة الحمراء للطيور يجب عليكم تركزوا معي سوف نرى في أول المطاف طريقة الكشف عن المرض وفي الأخير سوف نرى الطريقة العلاج إذا كيف مما قلت لكم ركزوا جيد وقبل ما ندخلوا في الموضوع ووقف الفيديو دعوا لايك للمقطع وفي نهاية المقطع دعونا تعليق حول الموضوع وإذا عندك تساؤل في التعاليق أولا كيف تلاحظوا إخواني ستأخذوا الطائر ونفخلوا في البطن كيف تشاهدوا ستشاهدوا هذه البقعة السوداء هذه هي الكبد الكبد يتغير اللون يرجع غامق واللون يرجع بنفسجي غامق أو ماشي للسواد يعني يرجع اللون أسود وكاين الطيور كثيف فمع النفخ لا تستطيع أن تشاهد البطن الطائر ستأخذ بعض الماء في الإصبع كيف تشاهده هنا أنا أخذ الماء ونحاول بطن الطائر كيف تظهر لي صورة بوضوح كيف تلاحظوا هذه المقطع السوداء هذه هي العلامة بعدما تأكدنا بأن الطائر مصاب بالتهاي الكبد ونقرر لأيدينا لكي نعجله ولكن قبل أن نذهب للعلاج سنعرفكم على السبب مرض هذه الطيور هذه الطيور لدي طيور جديدة أنا لم أكن لدي هذا النوع من الطيور الذي هو Red Factor هذه الطيور اشتريت زوج من هذه الطيور لكي نحاول أن ننتج منها السنة المقبلة أنا دائماً نفضل نشري في هذه الفترة لكي نجد طيور نعتني بها المدة أكبر لكي يدوجوا عندي فترة كبيرة ويتأقلموا مع المناخ الغرفة التي عندي وبهذا يكون الإنتاج جيد في السنة المقبلة أنا من التي اشتريت الطيور قلبتها لم تكن مريضة بالتهاب الكبد السبب هنا هو تقديم الصبغة الحمراء ولكن تقديم الصبغة الحمراء لا يسبب مرض الالتهاب الكبد ولكن عدم تقديم منشط الكبد هو الذي يسبب الالتهاب أو تقديم الصبغة الحمراء بجرعات كبيرة المهم ستلاحظوا معي في الفيديو هذه الإنتاج للسنة المقبلة الطريقة للتقديم والعناية التي نقدم لها لهذا النوع من الطيور أو هذه الطفرة للطيور الكناري سننتجوا للعلاج سنعنجهم بوحد المكمل خذائي هذا المكمل هو ايباتيك الشركة الغنية عن التعريف وهذا لا يوجد إجهار هنا نرى المنتوج الذي سنفيد الطيور هو الذي سنشاركه معكم كما تلاحظوا هو هذا الذي سنستعمل والشركة تقول لنا يجب علينا أن نقدم المنتوج يعني جوج ديال ميلي في لتر ديال الماء أنا بما أن ما عنديش طيور كثيرة فأنا سنستعمل غير نصف لتر ديال الماء وبما أن هي كتقول لنا جوج لتر ديال الماء في لتر جوج لتر جوج ميلي لتر عفوان ديال المنتوج في لتر أنا قد نستعمل واحد ميلي لتر في نصف لتر ديال الماء والشركة تقول لنا نقدمه لمدة سبعة أيام إلى عشرة هنا قد نشوفه أنا لما كنلاحظ بأن الطيور كين واحد طائر المرض متقدم في أكثر من التانيك المهم غادي نلاحظه بعد سبعة أيام غنقومه بنفس العملية ديال الكشف ونشوفه الالتهاب فين وصل واش نقص واش منقصش إذا كان ما زال غادي نكمله حتى العشريين اليوم العاشر غا نوقفه تقديم المنتوج من بعد غادي نقدمه واحد المكمل غذائي عبارة عن فيتامينات ومعادن واملع معدنية باش نعوضه الطائر يعني دائما فيما نقدمه شي دواء للطيور لازم لنا نقدمه بيتامينات بعدها ونقدمه البكتيريا النافعة وبعدها غادي نقدمه سبع أيام غادي نقومه بعمليات الكشف نشوفه الطيور إلا كان ما زال الالتهاب غادي نقومه بالتقديم مرة أخرى ديال الدواء إلا بغيتوا تعرفوا التطورات ديال العلاج ديال هذه الطيور فراه ضروري تكون مشترك في القناة وفعل الجرس باش توصل بالإشعار من نزل الفيديو إن شاء الله ترقبوا بعد سبعة أيام التطور ديال العلاج دياله وموادع أخرى شيقة إن شاء الله إذا أعجبكم المقطع فحل دائما خليونا لايك وتعاليق ديالكم حول الموضوع دعنتكم أي استفسار تساؤل وعلي وعلي في التعاليق أتمنى أن أراكم في صحة جيدة فيديو قادم إن شاء الله إخواني السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر